في ظل حالة الطوارئ الصحية يبقى باب هذه العيادة مغلقا إلا للحالة الطارئة قاعة الانتظار خالية إلا من الكراسي لكن الطبيب هشام فنيش ومساعدته يشتغلون على مدار الساعة الفحص يتم عن بعد عبر منصة دابادوك التي تمكن المرضى من حجز مواعيدهم والقيام بكشف صحي عبر الكاميرا من خلال العيادة أو حتى خارج أوقات العمل من خلال الهاتف كانوا يأخذوا الناس فيها لكي يأخذوا الانتظار في الكابينة ويأخذوا هذه القضية الانتظار خلال فيديو ويأخذتها لأن العيادة هي التي تنتقل عند المريض ويأخذها طويلة ويأخذها بشكل طريق يأخذ الطبيب ويأخذها طبيب واحدة أخرين مثل حيث يأخذ بعض الأطباء لضروف كل واحدة الضروف ويأخذها في هذه الضرفية ويأخذها في المنزل ويأخذها مع دابادوك يستطيع أن يخدم مع المرضى ولمرضى واحدة أخرين ويأخذها في المنزل أغلب الفحوصات التي يقوم بها دكتور فنيش تتم عن بعد لانتماء كثير من المرضى لمدن خارج الرباط والالتزامهم بعدم مغادرة المنزل بعيادة الدكتور جمال الدين البوزيدي المتخصص في الأمراض التنفسية الوضع مختلف أغلب الفحوصات تتم بالعيادة من أجل التحقق من المؤشرات الحيوية للمرضى وتحديد الحالة الصحية ومن تم توصف العلاج المناسب طب هو العلم الوحيد الذي لا يمكنه رقمانته لأنه كل حالة بوحدة ولم يمكن أن نديره تشخيص المرض عن بعد المرض الذي ستشاهده الأول مرة ستقدر أن يتشاهده وتدير معه الناتلوكاتور مينيسيو بوليسي واحد استجواب اللي كيكون مهم واللي من خلاله خير من خلال بعض الكلمات اللي كنسموها الكلمات المفتاحة كيمكن لك تدير تشخيص دير المرض كي يأتي المرحلة الثانية اللي هي ضرورية وأساسية واللي عليها بنيا الطب وهي الفحص السريري لأنه هادو جوج العناصر أساسية عاد من بعد كي يأتي ما يسمى اللي دائما كتسمى الفحوصات التكميلية وتوفر المنصات الرقمية لكثير من المرضى الذين يصعب عليهم التنقل للعيادة الطبية إمكانية الفحص عن بعد وتتبع الحالة الصحية فيما يكون بمقدور من توفرت لهم ظروف التنقل إمكانية الفحص المباشر ترجمة نانسي قنقر